أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية تعقد في ظرف دولي بالغ تعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث وخلال كلمات أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية أوضح الرئيس السيسي أن الدول الأفريقية تقف في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدراتها على استكمال مسارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة تأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بارغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهوم الحديث وتقف دولنا الإفريقية في خدم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدراتها على استكمال مسارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل المشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات لتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن له إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة وبأن العالم يتسع للجبيع ترجمة نانسي قنقر